السلام عليكم ورحبا مجددا دائما في درس التواصل العصبي لسنة أولى بكالوريا علوم تجريبية في الفيديو السابق تعرفنا على مفهوم جهد العمل وكذلك على أصله الكيميائي اليوم في هذا الفيديو سنتعرف على البنيات المسؤولة عن التواصل العصبي وهذه البنيات سبق وأن تعرفتم عليها في السنة الثالثة إعدادي وهي النخاع الشوكي والأعصاب إذن سنتعرف على بنية النخاع الشوكي ثم بعد ذلك على بنية العصب بالنسبة للنخاع الشوكي إذن النخاع الشوكي يتواجد في العمود الفقاري على شكل حبل أبيض متصل بالبصلة السيسائية ويتصل بالأعضاء الجانبية بواسطة الأعصاب السيسائية إذن يتواجد على هذا الشكل على شكل حبل أبيض على طول العمود الفقاري ويتصل بالأعضاء الجانبية بواسطة الأعصاب السيسائية إذن من الجانب الأيمن والجانب الأيصر يتصل بهذه الأعضاء بواسطة هذه الأعصاب التي تسمى بالأعصاب السيسائية إذن أول شيء سنقوم به هو ملاحظة مجهرية لمقطع عرضي للنخاع الشوكي إذن هذا هو المقطع على هذا الشكل نلاحظ تواجد منطقتين منطقة المركزية تسمى بالمادة الرمادية والمنطقة المحيطية تسمى بالمادة البيضاء إذن هنا لدينا منطقتين أساسيتين المادة البيضاء والمادة الرمادية إذن بالإضافة إلى المادة البيضاء والمادة الرمادية نلاحظ تواجد عناصر أخرى مثلا رقم واحد وهو الشق الخلفي رقم اثنان القرن الخلفي رقم ثلاثة تسمى بقناة إبنديم ورقم أربعة والذي يسمى بالقرن الأمامي ورقم خمسة وهي المادة الرمادية كما قلنا ورقم ستة المادة البيضاء وسبعة الشق الأمامي بالإضافة إلى السحاية التي تتواجد في المنطقة الخارجية إذن هذا فيما يخص بنية النقاع الشوقي ولكن إذا لاحظنا فوق بنية النقاع الشوقي يعني ماذا يتواجد داخل المادة البيضاء والمادة الرمادية إذن إذا قمنا بتكبير هذه المنطقة يعني منطقة التماس بين المادة الرمادية والمادة البيضاء نلاحظ هذه العناصر تواجد مجموعة من العناصر إذن هذه هي المادة الرمادية وهنا المادة البيضاء إذن في هذه المادة الرمادية نلاحظ هذه الأشكال النجمية الشكل والتي لها امتدادات سيتوبلازمية التي تسمى بالأجسام الخلوية بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وجود عدة نوى أخرى لخلايا أخرى تسمى بالخلايا الدبقية هذه الخلايا التي تسمى بالخلايا الدبقية تلعب دورا في اقتياث ودعم الأجسام الخلوية إذن هذا بالنسبة للمادة الرماذية هنا في هذه المنطقة أما بالنسبة للمادة البيضاء فنلاحظ هذه الدوائر التي يوجد داخلها نقط سوداء هذه الدوائر هي عبارة عن مقاطع عرضية لألياف عصبية إذن النقط السوداء هي عبارة عن محورات والمادة البيضاء التي نلاحظها هنا هي عبارة ما يسمى بالنخاعين غمد النخاعين إذن إلى هنا النخاع الشوكي يتكون كما قلنا من مادتين أساسيتين هما المادة الرماذية مركزية والمادة البيضاء محيطية المادة الرماذية تتكون من أجسام خلوية والمادة البيضاء تتكون من ألياف عصبية إذن هذه هي الألياف العصبية والأجسام الخلوية وفقط للتوضيح أكثر سنلاحظ رسم تخطيطي للنخاع الشوكي وهو على هذا الشكل إذن نلاحظ إذن ماذا قلنا هذه المادة تسمى بماذا؟ تسمى بالمادة الرمادية وهذه المادة تسمى بالمادة البيضاء ونلاحظ وجود عناصر أخرى يعني في هذه الاتجاهات إذن هذا العصب يعني الخارج إلى هنا يسمى بالعصب السيسائي إذن هذا يسمى بالعصب السيسائي وهو المتصل بالأطراف الجانبية نلاحظ هذه الدائرة هنا هذه عبارة عن عقدة سيسائية تسمى بالعقدة السيسائية ونلاحظ كذلك هذا الجدر يسمى بالجدر الخلفي يعني يوجد في المنطقة الخلفي الجدر الخلفي ووجود الجدر الأمامي إذن هذه العناصر سنتعرف على دورها بعد قليل إذن لدينا مادة رمادية مادة بيضاء جدر خلفي جدر أمامي عقدة سيسائية وعصب سيسائي هذه هي أهم العناصر ماذا أيضا؟ قلنا بأن المادة الرمادية تتكون من مجموعة من الأجسام الخلوية والمادة البيضاء تتكون من مجموعة من الألياف العصبية إذن هذا الجسم الخلوي يتكون من مجموعة من العناصر وهو عبارة عن خالية تتكون من نواة، سيتوبلازم ونلاحظ هذه التفرعات، وجود تفرعات للغشاء السيتوبلازمي والمحورة، المحورة هي عبارة عن امتداد لهذه الخلية إذن هذا بالنسبة لبنية النخاع الشوكي الآن سنتعرف على البنية الثانية وهي بنية العصب إذن إذا لاحظنا ملاحظة هنا، إذا لاحظنا ملاحظة مجهرية للعصب أو لمقطع عرضي للعصب، فنلاحظ هذا الشكل إذن ماذا نلاحظ هنا؟ إذن العصب ليس بنية واحدة، نلاحظ وجود الكثير من البنيات إذن العصب كما نلاحظ هنا وعبارة عن حزم من الألياف العصبية إذن هذه الدوائر التي توجد داخلها نقاط سوداء هي عبارة عن ألياف عصبية وهذا كامل يسمى العصب إذن العصب هو عبارة عن حزم من الألياف العصبية إذن هنا الحزمة الأولى، الحزمة الثانية هذه الحزم محاطة بغشاء انضام يسمى بغشاء انضام، يضم هذه الحزم وكل حزم متفرقة عن الحزم الأخرى بغشاء ضام يحتوي على هذه الشعيرات الدموية إذن نلاحظ وجود الشعيرات الدموية ونلاحظ هذه الألياف العصبية إذن فقط للتفسير العصب يكون على هذا الشكل هذا العصب السيسائي إذن نلاحظ هنا العصب محاط بغشاء ضام وداخل هذا العصب نلاحظ حزم من الألياف العصبية إذن هذه الحزمة الأولى الحزمة الثانية الحزمة الثالثة هذه الحزم متفرقة أيضا بغشاء ضام على ماذا يحتوي؟ يحتوي على شعيرات دموية إذن الحزمة الأولى وداخل كل حزمة ماذا يوجد؟ الألياف العصبية إذن مجموعة من الألياف العصبية التي تتجمع على شكل حزم فتشكل العصب إذن هذا فيما يخص مقطع عرضي للعصب الآن إذا قمنا بملاحظة مجهرية للعصب ما يسمى بالعصب مؤرب يعني نأخذ العصب كيف نحصل على هذا العصب نأخذ العصب عصب مثلا العصب السسائل الضفطاء نقوم بعزله ونقوم بوضعه على صفيحة وندغط عليه في اتجاه واحد وبالتالي تتفرق هذه الألياف العصبية ونضع فوقه الصفيحة ونلاحظه بالمجهر وبالتالي نلاحظ هذا الشكل إذن ما لا نلاحظ هنا هذا هو العصب نلاحظ تواجد مجموعة من الألياف العصبية إذا قمنا بتقريب ليف عصبي واحد هذا هو الليف العصبي نلاحظ هنا هذا التقطع يسمى بتذيق غنفي إذن هذه المنطقة نلاحظ على مستوها أن هناك مثل فراغ هذا الفراغ يسمى بتذيق غنفي سنلاحظه بعد قليل بالتفصيل وإذا لاحظنا مقطع طولي لهذه الألياف العصبية نلاحظ هذه الأشكال هذا هو التذيق الذي قلنا تذيق غنفي وهنا ما يسمى بغمد النخاعين وهي المادة التي قلنا تحيط بالمحورة سنتعرف عليها أيضا إذن هذه عبارة عن ملاحظات مجهرية للألياف العصبية للتوضيح أكثر سنلاحظ هذه الرصوم التفسيرية للألياف العصبية إذن كما نلاحظ هنا نلاحظ تواجد نوعين من الألياف العصبية بعض الألياف العصبية المحاطة بغمد النخاعين والتي تسمى بالألياف العصبية النخاعينية محاطة بهذه المادة التي تسمى غمد النخاعين وألياف عصبية أخرى غير محاطة بهذه المادة غير محاطة بغمد النخاعين والتي تسمى بألياف عصبية لا نخاعينية ويمكننا ملاحظة وهنا إذن هنا نلاحظ بعض المقاطع التي عبارة عن نقاط محاطة بمادة بيضاء وكذلك نلاحظ فقط هناك نقاط سوداء عبارة عن ألياف عصبية لا نخاعينية وهذه الألياف عبارة عن ألياف عصبية نخاعينية إذن هناك نوعين من الألياف العصبية ألياف عصبية نخاعينية وهي الألياف العصبية المحاطة بغامد النخاعين والألياف العصبية اللانخاعينية وهي الغير محاطة بمادة النخاعين الآن إذا قمنا بملاحظة هذا الليف العصبي النخاعيني بتفاصيل أكثر نلاحظ أنه يتكون من مجموعة بين العناصر إذن أولاً نلاحظ هنا وجود المحورة هذه المحورة محاطة بخلايا تسمى بخلايا شفان كذلك ماذا أيضاً قلنا تواجد غمد النخاعين غمد النخاعين وهو عبارة عن فصف دهنيات تحيط بالمحورة وسنتعرف كذلك كيف يتكون غمد النخاعين بالإضافة إلى ذلك هذه المنطقة التي عبارة عن فراغ بين خلايا شفان تسمى بتذيق غنفي إذن الآن كيف يتكون غمد النخاعين هذه الرسوم التفسيرية توضح كيف يتكون غمد النخاعين هذا عبارة عن ليف عصبي ونلاحظ هنا أن خلايا شفان تبدأ بالالتفاف حول هذا الليف العصبي إذن هذه الخلايا تلتف بشكل لولبي على الليف العصبي وتشكل ما يسمى بغمد النخاعين أو لغيندومييلين وهذا التشكل يبدأ أثناء نمو الجنين ويستمر بعد الولادة إذن هذا الرسم التفسيري كما يبين هنا نلاحظ أن خلايا شفان تقوم بالالتفاف حول الليف العصبي وهذا الالتفاف يعني التفاف خلايا شفان حول المحورة يشكل مجموعة من الأغشية السميكة وطبيعتها هي عبارة عن فصف دهنيات إذن الآن انطلاقا من هذه الملاحظات لاحظنا بأن العصب يتكون من مجموعة من الألياف العصبية وكل ليف عصبي هو عبارة عن محورة محاطة بغمد النخاعين والمادة البيضاء أيضا تتكون من مجموعة من الألياف العصبية وكل ليف عصبي محاط بغمد النخاعين وأيضا المادة الرمادية لاحظنا بأنها تتكون من أجسام خلوية ولها امتدادات تشبه هذه الألياف العصبية لها محورة تشبه الألياف العصبية وبالتالي هذا يجعلنا نفترض أن هناك استمرارية بين المادة الرمادية والمادة البيضاء والعصب وهذا ما سنكشف عنه في هذه التجارب إذن في هذه التجارب سنكشف عن العلاقة بين بنية العصب وبنية النخاع الشوكي أول تجربة تسمى بتجربة التقطيع هذه فقط لتوضيح ما هو دور النواد في هذه التجربة نأخذ كائن وحيد الخالية مثل الآميبة إذن هذه عبارة عن خلية واحدة لها نواد ونقوم بقطعها إلى جزئين الجزء الأول سيكون بدون نواد والجزء الثاني يحتوي على النواد بعد مدة نلاحظ أن الجزء الذي يحتوي على النواد تجدد وأصبح خلية كاملة والجزء الذي لا يحتوي على النواد حدث له الإنحلال والموت وبالتالي نستنتج أن النواد هي المسؤولة عن تجديد ونمو الخلية إذن اعتمادا على هذه التجربة قام العالم وولر بتحديد العلاقة بين النقاع الشوكي والعصب إذن هذه التجارب هي تجارب وولر وماجوندي ماجوندي ركز بالأساس على تحديد دور عناصر النقاع الشوكي يعني سيحدث ما هو دور العصب الاستسائي دور الجذر الأمامي ودور الجذر الخلفي بالنسبة لوولر سيحدث تموضع الأجسام الخلوية في النقاع الشوكي أو في الأعصاب كيف ذلك؟ تعرفنا في السابق بأن الجسم الخلوي هو الذي يحتوي على النواد إذن إذا قمنا بقطع منطقة ما فالمنطقة التي تحتوي النواد هي التي ستبقى والمنطقة التي لا تحتوي على النواد سيحدث لها الإنحلال إذن هذه هي المعطيات التي اعتمد عليها وولر من أجل تحديد تموضع الأجسام الخلوية إذن سنقوم بملاحظة هذه التجارب في نفس الوقت بالنسبة للتجارب ماجوندي وولر إذن بالنسبة للتجربة الأولى قاموا بقطع العصب الاستسائي في هذه المنطقة إذن دائما المنطقة الملونة بالأحمر هي المنطقة التي يحدث لها الإنحلال إذن بعد قطع العصب الاستسائي بالنسبة لملاحظات ماجوندي فقدان الحساسية والحركية في جميع المناطق المعصومة بهذا العصب ماذا نستنتج من هذه الملاحظة؟ إذن بما أن بعد قطع هذا العصب هذه الكلاب فقدت الحركة والحساسية وبالتالي كاستنتاج سنقول بأن العصب السيسائي يضم الألياف العصبية الحسية والحركية بالنسبة لملاحظات وولر ماذا لاحظ؟ لاحظ إنحلال الجزء المحيط للعصب انطلاقا من نقطة القطع إذن الجزء المحيطي هو الجزء في اتجاه الأطراف والجزء المركزي هو في اتجاه المركزي يعني في اتجاه المركز العصبي وهو في هذه الحالة النقاع الشوكي إذن هذه المنطقة بالأحمر هي التي حدث لها الإنحلال إذن ماذا نستنتج؟ إذن أين تتواجد النوات؟ هل في الجزء المحيطي أم في الجزء المركزي؟ إذن بطبيعة الحال الجزء الذي لم يحدث له الإنحلال هو الذي يحتوي على الأجسام الخلوية وهو الجزء في الاتجاه المركزي يعني من منطقة القطع والنخاع الشوكي في هذه المنطقة إذن توجد الأجسام الخلوي للألياف الحسية والحركية بين القطع والنخاع الشوكي الآن التجربة الثانية قاموا بقطع الجدر الأمامي ماذا حدث؟ إذن بعد قطع الجدر الأمامي ما جندي ماذا لاحظ؟ لاحظ شلل العضلات المعصوبة بهذا العصب مع الاحتفاظ بالحساسية كاستنتاج نقول أن الجدر الأمامي يحتوي على الألياف العصبية الحركية فقط ولا يضموا الألياف العصبية الحسية لأن هذه الكلاب فقدت الحركة ولكن احتفظت بالحساسية بالنسبة لملاحظات وولر ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ انحلال الألياف العصبية للجدر الأمامي في اتجاه محيطي إذن في هذا الاتجاه وبالثالثة نقول أن الأجسام الخلوية للألياف الحركية توجد في المادة الرمادية للنخاع الشوكي يعني في المركز هنا في هذه المنطقة في التجربة الثالثة قاموا بقطع الجدر الخلفي في اتجاه المحيطي للعقدة السيسائية بالنسبة لملاحظة ماشندي فقدان الحساسية مع الاحتفاظ بالحركية وبالتالي استنتاج نقول بأن الجدر الخلف يحتوي على الألياف الحسية فقط ولا يضموا الألياف الحركية لأن هذه الكلام فقدت الحساسية واحتفظت بالحركية بالنسبة لملاحظة وولر ماذا لاحظ؟ انحلال الألياف العصبية للجدر الخلفي في اتجاه المحيطي يعني هذه المنطقة الملونة بالأحمر حدث لها الانحلال وبالتالي نقول هذه المنطقة لا تحتوي على أجسام خلوية إذن الأجسام الخلوية للألياف الحسية توجد بين منطقة القطح يعني بين العقدة السيسائية والنخاع الشوكي في هذه المنطقة إذن الأجسام الخلوية للألياف الحركية توجد بين القطع والنخاع الشوكي التجربة الرابعة قاموا بقطع الجدر ولكن هذه المرة بعد العقدة السيسائية في الاتجاه المركزي بالنسبة لماجوندي نفس الملاحظة ونفس الاستنتاج يعني فقدان الحساسية والاحتفاظ بالحركية وبالتالي نقول أن الجدر الخلفي يحتوي على الألياف الحسية فقط بالنسبة لوولر لاحظ انحلال الألياف العصبية للجدر الخلفي في اتجاه المركزي يعني في هذا الاتجاه انحلال هذه الألياف وبالتالي ماذا نقول؟ نقول بأن الأجسام الخلوية للألياف الحسية توجد في العقدة السيسائية إذن هذه هي الاستنتاجات إذن كخلاصة لهذه التجارب الجدر الأمامي للنخاع الشوكي يحتوي على الألياف الحركية فقط والجدر الخلفي يحتوي على الألياف الحسية فقط والأجسام الخلوية للألياف الحركية توجد في المادة الرمادية والأجسام الخلوية للألياف الحسية توجد في العقدة السيسائية إذن هذه هي خلاصة هذه التجارب إذن الآن نقول أن الفرضية السابقة صحيحة وهي أن الألياف العصبية للمادة البيضاء والألياف العصبية للعصب ما هي إلا امتدادات سيتوبلازمية للأجسام الخلوية للمادة الرمادية وهذا ما يشكل ما يسمى بالخلية العصبية وهي الوحدة البنيوية والوظيفية للجهاز العصبي هذه الخلية العصبية أيضا مهمة جدا لا بد من التعرف على جميع هذه العناصر إذن قلنا أولا بأن هذه الخلية العصبية تتكون من منطقتين المنطقة الأولى والتي تحتوي على النواة تسمى بالجسم الخلوي والمنطقة الثانية هي عبارة عن امتدادات سيتوبلازمية تسمى بالمحورة هذه المحورة قلنا تحتوي على ما يسمى بغمض النخاعين إذن بالنسبة للألياف العصبية النخاعينية وأيضا هذه الفراغات بين خلايا شفان تسمى بتذيق غنفية وخلايا شفان المحيطة بالمحورة وفي الآخر نلاحظ هذا التشجر النهائي بالنسبة للجسم الخلوي فهو يحتوي على النواة سيتوبلازم وهذه التفرعات السيتوبلازمية تسمى بالتفرعات أو لدونتغير إذن هذه المكونات تتواجد في مناطق مختلفة بالنسبة للجسم الخلوي قلنا بأنه يتواجد في المنطقة الرمادية وجزء من المحورة يتواجد في المادة البيضاء وجزء آخر يتواجد في العصب إذن هذه هي أهم بنية في الجهاز العصبي والتي على مستواها يتم توصيل السيالة العصبية وجميع أنشطة الجهاز العصبي إذن بالنسبة لهذه البنية هناك مجموعة من الأنواع هناك ما يسمى بخلية عصبية أحادية القطب نلاحظ جسم خلوي ومحورة واحدة في هذا الاتجاه هناك ما يسمى أيضا بشبه أحادية القطب يعني خلية عصبية شبه أحادية القطب إذن نلاحظ هنا محورة مرتبطة بالتفرعات عند الجسم الخلوي وهنا تفترق هذه التفرعات في هذا الاتجاه هناك خلايا عصبية تسمى بخلايا ثنائية القطب إذن كما نلاحظ هنا المحورة والتفرعات توجد في اتجاهين متعاكسين والنوع الآخر وهو الأكثر تواجدا في الجهاز العصبي هي الخلية العصبية المتعددة الأقطاب ونلاحظ هنا الجسم الخلوي ووجود محورة واحدة وعدة تفرعات عبارة عن تشجر إذن هذا فيما يخص البنيات المسؤولة عن التواصل العصبي إذن لا بد من ضبط هذه الأمور جيدا لكي تكون المراحل القادمة سهلة إن شاء الله إذن في الفيديوهات القادمة سنتعرف على العناصر المتفقية وهي كيفية تبليغ السويالة العصبية والسينابس والتبليغ السينابسي إذن هذا فيما يخص درس اليوم ونلتقي في حصة قادمة إن شاء الله إلى اللقاء